يحدث أن تنطلق صواريخ من ضواحي دمشق لكن ما لم يحدث من قبل أن تكون قبلتها هي إسرائيل استهداف نادر للأراضي الإسرائيلية من العمق السوري غير أن الصواريخ لم تبلغ أهدافها بحسب الرواية الإسرائيلية في الرواية أيضاً أن ميليشيا شيعية مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني تقف وراء الهجوم الفاشل إسرائيل التي تعهدت ملاحقة أذرع إيران في المنطقة الأسيما سوريا والعراق نفذت مئات الضربات في السنوات الماضية ضد أهداف إيرانية ففي الجوار ثمت بنك أهداف إيرانية فيلق القدس وحزب الله اللبناني ولواء أبو الفضل العباس وليس انتهاء بميليشيات أخرى عديدة مدعومة إيرانياً تقدر عناصرها بعشرات الآلاف استهداف الأذرع الإيرانية في العراق وسوريا لم يتوقف مئات الضربات العسكرية وجهتها إسرائيل ضد أهداف إيرانية وأخرى لحزب الله في سوريا غير أنها لا تعترف عادة لكن تل أبيب تعهدت في المقابل بمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري في سوريا تطورات لافتة ونادرة تأتي في توقيت تتصاعد حدة التوتر العسكري بين إسرائيل وأذرع إيران في المنطقة تصعيد يأتي من عمق دمشق التي يغيب نظامها عن المشهد تماماً من دون حتى احتفاظه بحق الرد غسان أبلوز العربية